من جانبه أشار وزير الخارجية الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن هناك توافقا بين القاهرة وروما حول التعامل مع التحديات المشتركة كما أكد وزير الخارجية الإيطالي أكد على أن مصر دولة مهمة من أجل التوصل لحلول للأزمات ومنها الأزمة الليبية وأزمة المهاجرين علينا أن نعمل معا من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة وخاصة في منطقة البحر المتوسط وبدأ بظاهرة الهجرة إلى إيطاليا ولا بد من أن نجد حل للقضية الليبية وهناك حتى اليوم نرى أن هناك توتر كبير ونتمنى أن نحصل على أن نتوصل إلى اتفاقية بين الأطراف حتى تتم الانتخابات البرلمانية